أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي بلقيس إلى حلقة جديدة من المنصة شهر مبارك إذن مشاهدين الكرام رغم الظروف القياسية التي يعشها الكثير من الشباب اليمني إلا أنهم لا يتوانون عن خدمة مجتمعهم من خلال العمل الطوعي وتنظيم مبادرة شبابية للمساهمة في مواجهة الأزمات الناتجة عن الحرب دائرة في البلاد منذ ما يزيد عن أربعة أعوام للمبادرة الشبابية أهمية كبيرة خصوصاً في بلاد تعطلت مؤسساتها وانقطعت فيها رواتب الموظفين وانعدمت فرص العمل أمام الكثير من المواطنين عن أهمية هذه المبادرة في خدمة المجتمع خصوصاً في شهر الرمضان وأبرز الصعوبات التي تواجه العاملين فيها سيكون المحور الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع من برامج المنصة في المحور الثاني سنناقش أبرز الأسباب وراء طموح الشباب اليمن الهجرة خارج البلاد وخصوصاً باتجاه أوروبا وما هي المخاطر المترتبة على هذا الطموح لكن قبل البدء باستقبال تصالاتكم ومشاركاتكم مشاهدين سنذهب لمتابعة التقرير الذي عده الزميل عمر النهمي عن المحور الأول في هذه الحلقة من وسط أنقاض الحرب تمتد يد هؤلاء الشباب محاولة تقديم العون للمتضررين منها شباب اتخذوا من العمل التطوعي مساراً لخدمة المجتمع لما له من أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية عمل المؤسسة وتزيد أهمية هذه المبادرات في الدول التي تشهد حروباً وأزمات حيث تتعطل المؤسسات فتتضاعف حاجة الناس إلى سد الفراغ الذي خلفه غياب الدولة أسباب أخرى كثيرة تجعل من العمل التطوعي والمبادرات الشبابية ذات أهمية كبيرة في المجتمع ابتداء من موجات النزوح التي تعم أغلب المدن في أنحاء البلاد بسبب الحرب مروراً بانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل في ظل غياب الدولة وانتهاءاً بالتدهور الاقتصادي الذي يتزايد يوماً بعد آخر في شهر رمضان تتضاعف حاجة الناس إلى مثل هذه المبادرات الشبابية خصوصاً أولئك الذين انقطعت سبل العيش أمامهم بسبب الحرب فتعمل عدد من المبادرات الشبابية والحملات الإنسانية التي أعلنت عن نفسها مع بداية الحرب وتقوم بعمل كثير من الأنشطة والفعاليات التي يغلب عليها الطابع الإنساني وتمثل رافداً أساسياً للعمل الخيري في أغلب المحافظات ورديفاً للجمعيات الخيرية التي عجزت عن القيام بعملها نتيجة ممارسات الميليشيات صعوبات كثيرة يواجهها هؤلاء الشباب العاملون في المجال التطوعي على رأسها تزايد عدد المحتاجين مقابل الخدمات المحدودة للقادرين على تقديمها بالإضافة إلى غياب الممولين وضعف التمويل إلا أن هذه الأعمال تشكل عاملاً مساعداً للكثيرين في ظل غياب الدولة وتملص الحكومة عن مسؤوليتها إذن تابعنا التقرير حول المحور الأول لدينا في بداية هذه الحلقة اتصال من تعز الأخ طارق الظليمي أهلاً بك طارق 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 أيها نعم تسمعني طارق شهر مبارك كل عام أنت بخير أخ طارق بالبداية لو تحدثنا عن أهمية المبادرات الشبابية والعمل الطوعي بشكل عام وخصوصاً وقت الأزمات مع دخول شهر رمضان أهمية المبادرات هو قبل كل شيء هو واقب ديني وإخلاق وإنساني المبادرات الشبابية الطوعية هي عنوان حياة ومشاهدش لخلق إحياء روح التكافل ولإنضمام أيضاً عدد كبير من الشباب العمل لعمل كفريق واحد والهدف الأساسي من هذه المبادرات ومساعدة الأسر المحساقات دون كسف حيائي وتعمل أيضاً على ربح قيمة الفرد وتفكير الطاقات البزاعية لدى الشباب والمسطن لأكبر هذا الممكن من الشرائح المحساقة أيضاً يهدش إلى تعزيز القيامة الإيقابية في نقص الأخرين والآن في خاصة في رمضان هناك حاجة مبدئية لتفكرة المبادرات باعتباره واقب لا مكاسب فردية التقامل والمبادرات الرمضانية التي نقوم فيها في رمضان هي مبادرات تعكس الحس الإنساني وانتماعك وشعورك بهذا المشتاقين والنازحين المغيرين لا يكفي أن تشعر بمعاناة الناس وحاجاتهم ما لم تترقم ذلك الشعور في فعل يخدم الناس ولا تنتظر منه مكتباً طبعاً في المبادرات التي فينا طارق أنتم تعمل ضمن مبادرات شبابية إذن ما طبيعة مشاركتكم في هذه المبادرات وكيف تسهمون من خلالها في خدمة الناس طبعاً نقوم في مبادرات عديدة منها شقل الماء ومطابق خيرية في المبادرات تنزيع وقبات إفطار الوقبات الإفطار طبعاً مدعومة لكن مدعومة بشكل جزئي لمائتين أسرة هذه المطابق الخيرية تقدم الوقبات الأسرة المضررة من هذه الحرب خصوصاً النازحين والأيتام منهم وأيضاً للمرضى وكثيراً لذين لا يستطيعون ولا يقيدون لديهم عائل ليعولهم لذلك لذلك في شهر رمضان من خلال المصبخ الخيري نستطيع تقديم الخدمات أو وقبة الإفطار حسب مدراتنا لمائتين أسرة يومياً والعدد جزائز بيد الله سيكون العدد هناك ثلاثمائة وقبة يوم غد بيد الله شهر و سعلا وتخفش طبعاً المبادرة هذه هي تخفيف المعاناة عن الأسر المستهدفة طيب طارق ما هي الصعوبات التي تواجهكم التحديات؟ الصعوبات دائماً هي الإطبال المتزايد وشحة الموارد التي لدينا ناشد كل أهل الخير كل أهل الخير لعمل اللازم أيضاً نقدم الشكر والتقدير لفريق صحبة زادة الخير في دولة الكويت وفريق مراهن الخير لبهودهم الكبيرة التي لم يتوانوا ولن يتأخروا عن ذلك دائماً طرعاً المطبخ الخيري هو مطبخ صحبة زادة الخير ومطبخ فريق مراهن الخير هنا في تعز ممول لكن مول بقدر محدي شكراً جزيلاً لك طارق ظلمي من تعز وأيضاً لدينا تصل لأيمان الماوري وهو ناشط من صنعه أهلاً بك أيمن أهلاً وسهلاً شاهد كريم وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير أيمن أنت تعمل أيضاً ضمن مبادرات شبابية في صنعه في هذا الشهر ما هو النشط الذي تقومون به وما هي التحديات أمامكم والله أشكركم على إتاحة الفرسوة لأن هناك مكونات شبابية بإيصال صوتنا إلى فاعلين الخير أو لغيرهم للتحرك في هذا المجال بداية نحن شهر طويل في مطبخ خيري كانت يفجح الطان تابع شباب الخير والعطاء شراك مع جيش شنب وبعض المبادرات نقوم بتجهيز وجبات خذائية ما يقارب خمسمائة أسرى قابل للزيادة لأنه في العام الماضي إحنا كنا نعمل ما يقارب ألف وجبة للعزر هذا السنة يعني من التحديات أنه والصعوبات هذه وجبات أضطر لنا أنه نمتص الكمية إلى حين الحصول على جا طيب أيمن في هذا العام ما الذي اختلف عن نشاطكم في الأعوام السابقة هل هناك داعم وتمويل لكم أكثر ماذا عن احتياجاتكم أيضا والأسر والناس الذين تقدمون لهم هذه الخدمة والمعونة يعني والله يعني في العام الماضي كان يعني العسر ما كانتش بالشكل الموجود في الوقت الحالي يعني الصعوبات كلها بلدت حالة الفقر وضع البلاد من سيء إلى أسوأ فهذا من الصعوبات التي نوجهها طبعا كان الدعم المتوفر السنة الماضية هذا السنة لا يوجد دعم كبير طبعا لا يوجد معنا أي دعم مجهود شخصي مبادرة شبابية مجهود شخصي لا يوجد أي دعم وهذا نرجو الفضل العجل من الواسط فالدعم الخفيف نتمنى الدعم والمساندة لكي نكمل الشهر طيب ماذا يعني أين هي الإشكالية في توقف الدعم لماذا توقف الدعم والتمويل عنكم والله يعني وضع البلاد يعني من سيء إلى أسوأ هذا من أحد المقاطة المهمة خير طيرهم التجهوا إلى الخارج وما عد بيش عايشين داخل أفضل وطن إلا أقليات والأقليات قدروا مستطاع فلهذا ما بيش أي دعم زائد أشتنا لو لا كانت دعم أكبر على السنة ما بيش أي دعم لكن نسمي نقدر أنه نواصل على الأقل الشهر الفضيل وما بيش أي دعم توفر ممكن نحن نشتغل على مدار السنة ما بيش أي مشكلة شكرا لك أيمن وبالتوفيق في كل مجهوداتكم شكرا لك اتصال آخر من تاعي زيد الأخ محمد اللوتيري وهو ناشط أيضا أهلا بك محمد محمد طبيعة النشاط الذي تقومون به في خلال شهر رمضان لهذا العام وما هو حدود التفاعل معكم من قبل الداعمين فقالا نشطر مبادرة الشرابية هذه السنة هي نشطة محدودة لدقية نشطة المبادرة الشرابية كانت تحقيل أربعة سنوات المالية في الحرب نتيجة لغيار الدولة ومتقد من نفاع من خارج الشركي دعم البادرة الشرابية هذه السنة نشطة الدعم بشكل كبير من التوقيت ومن المطيبة فقال نشطر نتظهر المبادرة الشرابية طبعا التعز هي انتطاع للجانب للغاية التعاوية لكن للجانب للنساني هذه المبادرة الشرابية تماما عن هذا الجانب طيب ماهي الصعوبات الماثلة أمامكم الآن في نشاطكم والله الصعوبات الماثلة أمام المبادر الشرابية وان نشطين في محوظات هذه وعلى المحوظات الدعم هو غير الضواء apresentミ هذي البعادرة من المنشطين كان المنشطين يعتمد على السرار التجام لكن الآن وكمان هنا المقتربين من هنا الآن المقتربين من هنا فهم يعانوا لتجار الصوم يعانوا بشعب تحرى العمدان فالهم صعب على الجزء يعني في الزمن طيب شكرا جزيلا لك محمد الوتيري من تعز شكرا جزيلا لك حول الموضوع أيضا لدينا بعض التصريحات من خلال زمنا مراسلنا في محافظة تعز حول الموضوع نتابع للمبادرات أهمية كبيرة في المجتمع اليمني خصوصا في محافظة تعز نتيجة ما وقع في الحرب في هذه المدينة وغياب المؤسسات الدولة والمنظمات إلى أن المبادرات تعاونت في التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين والفقراء وتلمص احتياجتهم ولها دور كبير في المساعدة المؤسسة كذلك وإعادة البسمة والألفة بين أبناء المدينة تعتبر المؤسسات الخيرية والجمعيات وكذلك المبادرات والناشطين في المجال الخيري والتطوعي هم الرافض الأول والرسمي في محافظة تعز في دعم المحتاجين وإيصال دعم الخيرين إليهم حيث أن القهات الرسمية يكاد دورها يكون مفقود تماما وغير متواقد فيحل محال ذلك هي المؤسسات والجمعيات الخيرية والمبادرات الشبابية التي تسهم في تخفيف المعاناة عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وتعتبر رافدا قويا في تقديم الخدمة للمحتاجين من الأيتام والفقراء والأسر المحتاجة في هذه المحافظة المحافظة تعز أنشئت مبادرات شبابية في هذا الوضع الحصار والحرب فتم إنشاء عشرات المبادرات الشبابية وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث يقدم هؤلاء الشباب في هذه المبادرات عدة مشاريع منها مشاريع إغاثية ومشاريع إفطار الصائم ومساعدة الفقراء والمحتاجين والأرامل وتنظيف الشوارع وكذلك من ضمن المبادرات إضاءة الشوارع حيث لا توجد خدمة الكهرباء وكذلك تقديم مياه الشرب والاستخدام للمواطنين وكذلك في ضوء هذه الحرارة الشديدة أنشئت بعض المبادرات لتقديم الثلق للأسر حثناء عملية الإفطار للصائمين من شدة حرارة هذا الصيف الحار في هذه المدينة مع غياب الكهرباء التي كانت من المراوح والمكيفات لا تعمل فهذه المبادرات الشباب يعني آلاف الشباب يقوم بالمبادرات داخل المساقد وفي الحارات وفي الأمدية فشكرا لهؤلاء الشباب الذين يعني قاموا بهذه القهود الطيبة التي تدل على أنهم أولا يستغلوا فترة الصيف حيث الدراسة متوقفة فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وعندهم أفكار يعني قيدة وممتازة حيث هناك مشاريع يديرونها وهي يعني صغيرة صغيرة العمل ولكنها كثيرة الإيجابية لدى المواطنين ويقومون بالتوجه تابعنا إذن هذه الأراء من محافظة تعيز وإيضا لدينا تصل من تعيز الأخ سعد الشيباني أهلا بك سعد سعد برأيك ما هي أهمية المبادرات الشبابية والعمل الطوعي في أوقات الأزمات وخصة الآن ونحن مع بداية شهر رمضان الكريم بداية المبادرات الشبابية شيء مهم جدا في أي مجتمع وأي بيئة فكل بيئة تحتاج من مبادرات شبابية فاعلة في مجالة معينة تفتقر إليها تلك المناطق عادثا ويختلف نوع الاحتياج هنا حسب المستوى المعيشي للسكان وتوفر الخدمات الأساسية أو عدمها فبالتالي تنشأ مبادرات شبابية تهدف إلى توفير تلك الاحتياجات والنواقف في مناطقهم سواء احتياجات أساسية تمثحة الناس كما في مناطق النزاعات والعروب أو حتى احتياجات كمالية كترويج المعالم السياحية وإنشاء العماكن والمجمعات التكليهية وإلى ما هناك تنشأ المبادرات الشبابية بسبب عجز وقصور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عن توفير اللوازن المستقر إليها وضع في التفاعل مع الناس بذل بيئة احتياجاتهم هذا عن المبادرات الشبابية بشكل عام أما عن مناطق الطراعات كما هو حالنا هنا في اليمن وفي محافظة كعزلاتهم الخصوص تكون الحاجة إلى المبادرات الشبابية حاجة ماسة حيث تكون الأوضاع في هذه المناطق متدهرة قراءة النزاعات والفروب وما يترسل عليها مما يبعث بشكل كبير عن شطة قطاعات الدولة يبعث بشكل كبير عن شطة قطاعات الدولة ويؤكد سلبا على مستوى خدماتها فتنشأ المبادرات الشبابية هناك استشعار من الأفراد أنكسهم بالمسؤولية وكدهود ذاتية للتخطيق معاناة الناس والحد من تفاقم المأساة وبدافع للتحسين ورغبة في تغطية جزء من العقل الذي يخلطه بياب في التفاقعات وبالفعل لها الضغط الفاعل والمشروع في ذلك سواء في شهر رمضان المبارد حيث تكثر عادة أعمال المبادرات أو في شهر أيام سعد ما هي المبادرة التي تنشط من خلالها وما هل لكم مبادرة تعملون فيها في هذا الشهر في الثقرات الحالية لنا حوالي سنة ونصف عن مبادرة منها الإنسان والبيئة نشأت طبعا كلها طلال أكاديميين من جامعة معينة فانتشرنا الآن عندنا عظام جامعة جامعة كطمة لنا أهداف ورؤية مشتقليا نفعل تحقيقين وبحمد الله نحن من المبادرات القلة الثابتة في محافظة العز في العوام السابقة نشأت مبادرات عديدة في العشرات ربما قرابة المئات لكن ما لبثت عن اندفرت سواء لعدة عوائق من الصدق لذكرها لاحظة إن شاء الله أشكرك جزيلا أخ سعد ولدينا اتصال من صنعاء الأخ بكرين توفيق أيضا هو ناشط بكرين أهلا بك شهر مبارك عينو عليك أهلا وسهلا شهر مبارك عاميني جميعا نبدأ بالحديث مباشرة بكرين في المبادرة التي تعمل أنت فيها كيف تسير الأمور وحدود أو منطقة الجغرافي التي تعملون من خلالها وتخدمون من خلالها الناس أيضا نحن تعمل مبادرات شبابية نحن تحديث أي مكان ما غير أماكن به مستهدفة أماكن محتاجة المبادرة الشبابية أكثر الأشياء التي تقوم فيها هي أول حاجة نزول ميداني لاستهدفة لمعرفة الأسر المحتاجة بعدها يتم كمع الدعومات من فعل الخير من تجار هذه الأشياء من أجل أخذ الأموال من أجل توضيعها من البقراء المحتاجين طيب في شهر رمضان هذا العام هل تعملون ما هي المبادرة التي تعملون فيها نحن كمبادرة إنسان للسنة التافعة على التوالي نقوم بعمل أمفيات رمضانية من أجل تعمل الأموال للأسر المحتاجة معنا كل سنة نوزع مقرابة 200 ثلاثة غدائية للأسر المحتاجة في أكثر من مديرية في العصمة صنعة أيضا نقوم بالتجهيز عن طريق الأمفيات وعن طريق الأطباق الخيرية وهذه الأشياء توضيع التمور وتوضيع الماء وتوضيع السلال وأيضا نفعل زيارات لدار التوجيه ودار العجابة وهذه الماكن من أجل الاتماس لهم طيب هل هناك صعوبات تواجهكم؟ أكبر صعوبة في هذه الفترة الإجراءات الآن هي أنه صعب الأيوم هذه الشخص ينزل نزول ميداني بدون أي تطاريح أو أي شيء والأصبح موضوع تطاريح صعبة طيب ماذا عن الدعم والتمويل؟ موضوع التعملات أخبرتكم أن الموضوع عن طريق الأمسيات الزمضان التي نقوم فيها نعمل جمع من طريق الأمسيات والأطباق الخيرية شكرا جزيلا لك بكرين وبالتوفيق لكم في كل أنشطتكم اتصال أيضا من صنع الأخ هاشم السوسو أهلا بك هاشم أحيانكم الله أخي سامي أهلا وسهلا هاشم لو تحدثنا عن المبادرة التي تعمل فيها أنت؟ طبعا مبادرتنا هي مطبخ خيري في ذنبري طعام حوالي ألف أشرح كابل للتيازة في منطقة فج عطان وما حولها من الأماكن التي يتواجد فيها النازحي ما شاء الله طيب ماذا عن الصعوبات والتحديات التي تواجهكم في عملكم في هذه المبادرة؟ والله الصعوبات أنه يعني في كل سنة بتزداد بتزداد يعني كمية الناس المحتاجين والنازحين والناس المضررين والذي بحاجة الطعام وما بيوصلناش يعني الدعم ما بيوصلنا من أحد يعني إحنا مجهود شخصي مجهود شخصي يعني أنتم بشكل شخصي أنت والشباب العاملين معكم تقومون بتجهيز ألف وجبة يوميا تجهيز وجبة يوميا من الرز والدبيخ والخبز يعني والماء والتم قديمة كاملة لا يوجد لكم أي دعم أو تمويل أو تواصل مع أي جهات ربما لا نفهم لأننا مجموعة شباب لا نستطيع لها منظمة ولا شيء قمنا بمجهود شخصي حاجة نريد نقدمها للبلاد في ظروف الصعبة هذه قمنا يعني بتكال هذا الفكر وفتحنا مطبق خيري والحمد لله بدأنا فيه في البداية شجعونا ناس وكذا وتجار بعدين خلص قموا عننا والآن مجهودنا الشخصي والحمد لله بيعين الله طيب التجار كما قلت بدأوا في البداية كانوا بتمويلكم ودعمكم ربما من توفير المواد الأساسية وانتم ما توقفوا قبل ثلاث سنوات يعني قبل ثلاث سنوات أول ما بدأنا فيها بس بعدين يعني تقريبا زاد عليهم الضغط أو شيء أو كذا فما عاد يحصلنا من أي أحد فالحمد لله احنا بنستمتع بهذا العمل لأمن في الوجه الله يعني ما نبتغيبه إلا الأجزة عند الله وخدمة الناس خلص أصبح عندنا يعني روح المتعة لهذا الشيء فخلص ما عدا أقدر ماشي نمتنع عنه نتمنى لكم التوفيق في كل المجهودات التي تقوم بها والعمل خير شكرا جزيلا لك هاشم السوس هو من سرعة الآن ننتقل مشاهدين الكرام إلى المحور الثاني في هذه الحلقة وهو سنناقش فيه أبرز الأسباب خلف طموح الشباب اليمن الهجرة خارج اليمن وخصوصا باتجاه أوروبا ما هي المخاطر المترتبة على هذا الطموح حيث رحلت السلطات الجزائرية مؤخرا تسعة يمنيين إلى النيجر كانت قد اعتقلتهم في إبريل الماضي أثناء عبورهم الحدود الجزائرية وهم في طريقهم إلى المغرب تمهيدا للوصول إلى دول أوروبية في حيننا ثلاثة يمنيين آخرين ما يزالون في أحد السجون بولاية درار وسط الجزائر بإمكانكم المشاركة معنا مشاهدين الكرام من خلال التواصل حول هذا الموضوع لدينا اتصال الأخ جبريل اليزيدي من الضالع أهلا وسهلا جبريل بداية برأيك ما هي أبرز الأسباب اليوم التي تدفع الشباب اليمني للتفكير بالهجرة خارج البلاد أولا دعني أتطرد إلى نقطة مهمة جدا نفهم ولو جزئيا مع الأسباب التي جعلت العديد من الشباب اليمنيين يفكروا في المغادرة إلى أوروبا رغم المخاطر يفكروا في المغادرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية رغم المخاطر التي تواجههم وهذه النقطة يا عزيزي هي إن حجم المخاطر التي تواجه الشباب اليمني الذي يعيش في بلد الذي يعيش في اليمن لا تقل عن حجم المخاطر التي يواجهها في حال المغادرة إلى أوروبا لو نظرنا ولو قليلا إلى المخاطر التي ستؤدي في حال تم ذهب هؤلاء الشباب إلى أوروبا لأنها مرتبطة تماما بالأسباب التي جعلتهم الغادر إلى أوروبا مثلا ما هي المخاطر التي ممكن أن يواجهها في حال غادروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية الاعتقال في أحدى حدود الدول العربية أو الأوروبية مثلا وبعدها يتم الزجدهم في سجون هذه الدول في صحاري هذه الدول الأفريقية والتي غالبا ما يتم الهجرة من خلالها أما الموت في البحار هذه الأسباب يا عزيزي كلها تتواجه في اليمن نحن هنا في اليمن ننتظر الموت ماذا نعمل هنا الأسباب عديدة التي جعلتنا نغادر ونفكر في الهجرة إلى خارج البلد طيب جبريل أنت لديك واحد من أقاربك ربما من هؤلاء الشباب الذين هاجروا نعم لو تحكي لنا قصة قريبة نعم يا عزيزي من نفس المنطقة من مدينة الدمت مدينة الضالع قبل سنة ونص قاموا بالهجرة إلى مصر نحاولين من خلال ذهابهم إلى مصر البحث عن طريقة شرعية لمغادرتهم دولة مصر إلى أوروبا وكمان علم جميعا أن كل الضربة الشرعية التي تؤدي إلى مغادرة دولنا العربية أصبحت بالنسبة لليمينيين حلم يتمناها الجميع قرروا أخيرا المغادرة من مصر بطريقة غير شرعية قبل أسبوعين تقريبا غادروا من مصر إلى دولة موريتانيا عبر الضائرة جوية وحين وصولهم إلى موريتانيا قرروا المهاجرة بطريقة غير شرعية والدخول إلى الجزائر تم اعتقالهم في ولاية أدرار على الحدود الجزائرية ومنها تم حجزهم هناك أخبار توصلنا بأنه تم حجزهم أما في منظمة الهلال الأحمر الجزائري عام في أحد السجون الجزائرية في ولاية أدرار ليس الخبر مؤكد ولم يصلنا خبر مؤكد أين يتواجد هؤلاء الشباب هناك معلومات تصلنا منهم شخصيا من الشباب المعتقلين لكنهم لم يفتحوا لنا أين يتم اعتقالهم تواصلنا مع العديد من الشخصيات المعروفة في الحكومة اليمنية ومن خلالها تم التواصل مع السفير اليمني لمحاولة إيجاب طريقة ما لمغادرة هؤلاء الشباب لإخراجها للباء الشباب من السجون إلى الآن نتلقى وعود إيجابية لكن هذا الوعود وبعد الاعتقال الذي وبعد الاعتقال الذي توصلنا إلى عشر أيام لم يتم الوصول إلى أي حل هناك وعود من السفير اليمني على الازيدي المتواجد في الجزائر لكنها لم تتمير بشيء ما زال الشباب مؤتقلين واليوم وقبل ساعة وصلنا خبر إنه تم اعتقال اثنين شباب عراقيين وإن العدد في ولاية أدرار تم اكتماله لإثن ترحيل المتواجدين في سجون أدرار إلى أي جهاز سيتم ترحيلهم؟ الأخبار التي وصلتنا قبل فترة قبل حدود نصف شهر وصلنا خبر بأنه سيتم ترحيل الشباب اليمنيين إلى صحراء النيجر وكما نعلم جميعا صحراء هناك فقط ينتظرهم الموت للأسف اليمنيين يرحلوا من بلدهم محاولين النجاح بأرواحهم من الموت المؤكد لا يواجهوا الموت المؤكد هذه عملية إجرام ترتكطها الطرطات الجزائرية تم ترحيل قبل نصف شهر تم ترحيل اليمنيين كانوا متواجدين في سن مرس وتم ترحيلهم إلى صحراء النيجر والخبر الذي وصلنا إن هؤلاء ثلاثة الشباب المتواجدين في ولاية أدرار هم أيضا من من ترحلوا إلى صحراء النيجر لكن وبعد التأكد توصلنا إنه فقط تم ترحيل الشباب يمنيين ليسوا الشباب المتواجدين في أدرار اليوم وقبل ساعة وصلنا خبر من أحد من تواصل مع هؤلاء الشباب إنه تم اكتمال العدد في ولاية أدرار لا يتم ترحيل هؤلاء الشباب لا صحراء النيجر يعني كل الجهود التي بدلتها حسب كلام سفير اليمن علي لزيدي في الجزائر من أجل هؤلاء الشباب لم تتمر في حال تم هذا السلام هذا الخبر مؤكد وصلنا قبل ساعة والقلق الآن يصيب معظم الأهالي في المنطقة شكرا جزيلك جبريل أيضا من الجزائر لدينا اتصل أخي علي عاطف وهو متابع ومهتم بهذا الملف أهلا بك علي يا أهلا متابع خير شهر مبارك أخي علي أنت متابع ومهتم بموضوع الشباب اليمنين الذين حاولوا الهجرة من خلال الجزائر إلى أين وصلت قضيتها أولئي الشباب ما آخر معلومة المتوفرة لديك أولا أحييك وأحيي السادة المشاهدون في موضوع تدفع اللاجئين حتى الثياسة اليوم مرات عديدة في أغلب الآلات يتم تبلغنا عن قضية احتجاز زمني لأغلبها تكون في أجنب الجزائرية في الصحراء حيث يتم قادمين من موريتانيات المدخول بقريقة غير شرعية إلى الجزائر وكل عادة تقوم الدولة الجزائرية باحتجاز كلهم يدخل بطريقة غير شرعية إلى أراضيها في أغلبنا نبلغ الصفارة بالاتصال بالسفيرة الإستاذ علي اليزيدي ونائدة فاروض المخلاقي وهم بدورهم وحديدة شيء يقصد لهم في الجزائر وكل دفاع الجوال الجالة الزمنية بشكل عام يتواصل بهم والبادروا في حلها عبر كل السجل والوسائل بجرماتية المتاحة مرات كثيرة هو عشرات اللاجئين دخلوا الجزائر بقريقة غير شرعية تتحرك السفارة اليمنية لمتابعة شؤون مواطنية ربما نرى من الدول الجزائرية عدم تقاعل أو تقاعل بطي نوعا ما يستمر من خلاله احتجاز اللاجئين لأسابيع والشركين مصالح الآمن أو الدرق الوطني الجزائري ما يجد الأمر تعجيب لفضيدي هولدوا اليمنيين مع شباب ثلاثينيين وسوريين وعرقبين عبر الحدود على الأغنق تكون عبر الحدود موريتانيا الجزائر قبل أسبوع تم ترحيل تسعة أشخاص يمنيين بعد نقوتهم شهر أو أكثر إلى المير في الأسبوع النقصه تواصلوا معي قالوا يوجد أربعة أشخاص بولاية أدرار وهم كالآتي محمد اليزيدي وصدام جراب ومحمد المنطفر والرابة لا أتذكرتنا فورا تواصلت بالسفير والسفير رفع مذكرة للخارجية الجزائرية يطالب البحث الرسلية الجزائرية بالأفراج عنهم يستمع لهم بوصول إلى مقرر السفارة اليمنية والسفارة تستفر بإجراءات سفارهم عبر المطار إلى اليمن ولكن من عدم اجتدى تواصل شخصي مع مسؤول الأمن في نفس الولاية وأعطاني أسماء هؤلاء المسجدين وتنظروا بالأفراج عنهم لحيث السفارة هي من طالبت بذلك عجب علينا أن نحن الأمن لو الأمر بأيدينا نطلبهم الآن لكن ليس بأيدينا كلمت شخير والسفارة بالسفارة اليمنية تتواصل بالمحاكم وبعدها تواصلت بالأشهد علي ميزيدي وأخبرت بكل شيء وطلقت منه الاتصال بالمحاكم اليوم الثاني الكثير تواصل مع مكتب المحافظ ولم يكن المحافظ متواجد فطرح الطلب على مكتب المحافظ بعدم ترحيل اللاجئين اليمنيين والسمح لهم بالعبور أو على الأجل يتم تأخير الترحيل حتى تتمكن الخارجية والجزائرية في الاتصال بالمحافظ الشخصية وإلى الآن لازمنا منتظرين أما الأفراج عنهم أو الترحيل هناك صحيح محاوف لأنها كلمنا الضابط جالي أبسما للعدد واحتمالا إذا لم يوجه المحافظ في أفرع وقت بربما يتم ترحيلها أو لنشعق إلى النجر أو إلى أجهة أقرأ شكرا جزيلا لك علي عاطف من الجزائر مشاهدين كرام أيضا حول هذا الموضوع لدينا طرحنا سؤال من خلال فيسبوك لنستعرض معكم ونقرأ بعض التعليقات حول الموضوع الأخ ماجد يقول هو باقي معهم خط سير واحد للهروب من جحيم الوطن لا تفتحوا أن الدولة التي يتهربوا منها هذا رأي الأخ عبد العزيز يقول الأسباب ما صنعوا لنا تجار حروب في بلادنا المخاطر تتضمن عصابة تهريب والبحر وكذلك سلطات الدولة المتواجد فيها أكرم البيل يقول هجرة الشباب اليمن نحو أوروبا فيها مخاطرة على حياتهم وهي هجرة نحو المجهول هشام يقول نسلك طريق الموت إلى جنة أوروبا بعد أن أصبحت أوطار النجاح لا يطاق علي يقول لسبب رئيسي الأول الحرب ما أدت إلى انعدام الفلص المظيفة من قطع الرواتب الحكومية مفاقم البطالة يقصد السبب الثاني التضييق في الدول المجاورة وخاصة دول الخليج للشباب اليمني ومن كان في هذه الدول يتحمل مبالغ باهضة في تجديد الإقامة وارتفاع غلاء المسكن والمواصلة وغيرها مخاطر الهجرة إلى دول أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية من يعرض حياة الفرد للغرق في البحر وافتلاس الأموال عبر المهربين وربما الاعتداء الجنسي كانت هذه المشاركة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة في الختام شكرا جزيلا لكم وتحية الطاقة بالبرنامج نلقاكم الأسبوع القادر في حلقة جديدة التي أمن بها